موسيقى حياكم الله مشاهدي ومتابعي برنامج ألف عافية والأكلات والطبخات لهذا اليوم طبعاً أكيد راح تكون الأطباق سهلة بسيطة وسريعة والهامة هذا كلها تكون صحية لدينا أربع طبخات مهمة أول مرة يكون لدينا أول شيء طبخة مهمة أساسياً نسويها ونسوي زلاطة ونسوي حلويات ونختم أكيد بالعصير كل هذا الحج هذا تقريباً 45 دقيقة طبعاً أكيد مشاهدي الأحبار ستكون الأطباق اليوم متنوعة العامة شون الصحياب اليوم هذا الاسبكتي اليوم سنسوي كوشري أي نعم كوشري لهذا اليوم راح تكون مجبتنا رئيسية الأساسية راح تقول لي خلدوا أن الكوشري سهل وفعلاً سهل مصعب ودائماً إحنا الأكلات نسويها والطبخات نسويها تكون سهلة مصعبة أبداً لكن اليوم الكوشري راح يكون عنده إضافات حلوة يعني راح نضيف الإضافات كوال من الكوشري العلم من الكوشري هنا نقول لك أصل الكوشري هو أصله مصري لا هو مصري طبعاً يعتبر الأكلات المهمة جداً في المطابق الآسيوية بصورة عامة يعني نحن نقول لك الآسيوية الهندية الباكستانية الأفغانية الكوشري يعتبر من الأكلات المهمة هو هو عبارة عن تمن وعبارة عن عدس تمام؟ يا جيمي يا عيون هذه كل الحبشكلات اللي قدامك راح نشتغلها اليوم كوشري سباكيتي ماكروني حمص عدس أصفر عدس أسمر تمن مصري كمونية خلدون شطة ورح يكون في عندك بصل ثوم طحين ورح أقول لك ليش راح أستخدم هنا هنا الطحين راح أستخدم ليش أنا نانا صلصة وشي طبيعي راح أكون في عندك هنا طبعاً تعال عامة اليوم مرتاح أنت اليوم مرتاح زين ونأتي نانا طبعاً لأكيد راح تكون في عدك هذه المكونات الباقية هنا قبل ما أنه أبلش بأي طبخة هنا كل طبخة كل شغلة عندي هنا لازم أتبلها لازم أنه يتبل سأبدأ بالبداية بطبخة ثمن أول شي راح أشوفكم طريقة حلوة أيضاً لطبخة ثمن أطينك كل شي طيبة وأطين طعم كل شي طيب أرقام الهواتف راح تكون موجودة أسفل الشاشة التي لديها طبخة أكل مقادير طريقة تحضير أنا موجود خلدون موجود شوفوا هنا الطريقة الحلوة حتى نطبخ بها ثمن أول شغلة كابتن راح أسوي ثمن أبو الشعرية ها جيمي؟ ثمن شعرية عيوني دهن بالبداية وهذا دهن يريد أن يكون حار ساخن جداً بعدين أخلي هنا شنو أخلي نانا الشعرية وأيضاً أخلي نانا شوية بحارات الابهارات اللي راح أضيفه هنا راح تكون في عندي بحارات مشكلة بحارات مشكلة على حسب الرغبة تبك بكم تجدون برياني تجدون برياني تجدون كمون تجدون كمون سوف أضع نكهة الكمون حتى يكون لديك الموضوع حلو ولكن ليس كل الكمون هنا سوف يكون لديك الموجود لكن كمون يعني شوية كمون حمصة الكمون شوفوا الطريقة هذه سأجيب هناك شنو سأجيب هناك بحارات بشكلة سأخلطوا مدارة شوية مع بعضاً بعضاً بالدهن هنا سأجيبت نكهت الديهن سأجيبت تطعم حلو سأجيبت لديك هذا إضافة الشعرية وأحمص الشعرية سأتركها لحد لا تغير اللون لا شعرية حمصة هذا يجب أن نكسر يجب أن نسلق 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 نسلق أبو علي أبو علي أبو علي أبو علي سأجيب نانا أجيب نانا الماء هذا الموضوع لماذا هذا المهم هذا المهم يجب أن نسلق يجب أن نسلق يجب أن نسلق يجب أن نسلق هذا المهم نسلق يجب أن نسلق أبو علي 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 أن نسلق أبو علي نسلق أبو علي أبو علي شكراً أبو علي شكراً رأينا الموضوع عنه التتبيل غير شغل النار نسيت النار جيمي ما تشاور غير تذكرني جيمي غير تذكرني يا عيلي تجعلي العامة تشمت بها يا أخو و أجعلك تشمت ترى ترى نسيتها 5 دقائق ترى ما موضوع هكذا هكذا حمصنا الشعرية دائما يتحمسون الشعرية سالفة بالشعرية ومهم هذا الموضوع مهم جدا لا تجعلوا ان تتمن بماء حتى تكون الشعرية طرية لا تكون يابسة اخلي قليلا اخلي قليلا اخلي قليلا ووزع الشعرية بهذا الشكل اتعلم يجب ان تتعلي ماء على الشعرية لماذا يجب ان تتعلي ماء على الشعرية حتى تكون الشعرية طرية وما تكون يابسة اثناء ما توضع الرز يالسلم سلم فهمتني؟ ان شاء الله فهمتني سوف نعود نعم نعم تقريبا مثل الصلصة سوف اطبق عليها الثمن انتظروا الطريقة ليس صعب هنا يجب ان اضعها كيف ان يصبح كل لون ايه ايه هذا اللون المطلوب الطعام سوف يصبح كل سعادة الثمن هذا ليس بس ماتي انتظروا مدعبل هذا مصري طبعا تمن الكردي ينجح الموضوع وتمن التركي ايضا ينجح الموضوع وتمن الرائع العنبر ايضا ينجح الموضوع وخاصة وخاصة تمن المشخاب عباس عباس عيوني عباس 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 عيوني كيف الصحة كيف حفظتك انت ربي يحفظك كيف حفظتك اذا انت بخير انا بخير عباس اريد ان نسوي كيكة نسوي لك الكيكة تامر امر ايه كيكة عدي لا تامر تامر عباس الغالي هلا بالذهب اثنين بهارات المندية وعندك بهار المندية عيني بعد ان شوفك ان انه يحدث انت تمن بهذا الشكل اتركي الماء وان خليتها باي اتركي الماء اتركي الماء شوفوا ما اتركي الماء الامور مرتها طيبة اتركي الماء أطبق الثمن وخليت لها قليلة ماء ملح قليلة لكن أخاف أن يظهر فاهي وخليلها بعد لأنني خليت شيء قليل حسنا تمام شاهدتوا قليلة 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 وهذه سوف اوزعها على راحتها بالهداوة شاهدوا شاهدوا اللون جيد شاهدوا اللون جيد شاهدوا اللون جيد دعوه بسلام دعوه جدا بسلام أرجوكم وراء نأتي سوف نسوي طريقة جيدة للحشوة الحشوة المكونات كلها مع بعض البعض تشاهدون أنه مهمة في هذه الطبقة أساسه غير أن البهارات بلشتغل كلها بالدهن يعني أبداً ما خلي زيت زيتون هنا سوف تكون اللمسة السحرية ماتك بالكشري إذا حبيت أن تسوي موضوع يختلف حتى عن المطبخ المصري لا سوف أقول لك المطبخ الهندي أو الباكستاني حتى عن المطبخ هذا هو باستخدامك هذا التكنيك هذا التكنيك سوف يساعدني على أن أحصل على جديدة وحلوة جيد العين ركزت معي العامة حتى تتعلم تفيدك هذه الأشياء أخاف أن تكون أنت تسافر وتصبح مخترب فتحبيت أن أتسوي الكشري اللمسة السحرية موضوع هنا عندما تنكه هذا أما هذا الموضوع سوف أزيد عليه الثوم لأن هذا التكنيك موجود بأكثر المطابخ عفوا نأخذ الهاتف دكتور أحمد مرحبا عيني مرحبا 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 أتمنى لك نهار مبتع وسعيد شكرا جزيلا بارك الله حبيب هل تستخدمه هذا الثمن مصري 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 ما الأمر ينطف الهاتف أحببا هيئة الإغامة ولكنك أنت بطريقة روز مصري والتي تستخدمه مدعبة بالدولمة يستخدمه الموصل صح نعم بالدولمة يخرج صح وإذا تريد الفيديو فقط تقول لها الفيديو في المصري السؤال رائحبا الثمن هناك طريقة للجنود التي تتعلمناها سابقا أن يجلون الثمن هو ناشط ماذا؟ يجلون الثمن هو ناشط يجلون الثمن هو ناشط يجلون الثمن هو ناشط هذا عادي هناك طرق للثمن وهذا أحسن بالنسبة لي أحب أكثر تطبيق أكثر من البازل بالنسبة لي صحي أو صحي أنا أحب التطبيق الذي هو أقلي أحمس قليلا وأخليل الماء أحمس بالدهن ثم أخليل الماء حبيب 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 حفظك إن شاء الله شوفوا الثاني سويت هذه الحبشكلات ثوم حمصة سأخبرنا الحمص قلت لكم اليوم سأقوم بعمل كشري لا كشري من الآخر شي فاخر من الآخر الآن سأبدأ أتبل الآن سأبدأ أتبل شغلة 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 سأبدأ أتبل من بينما يطبق عندي التمم ما لدي؟ عندي عدس مطبوخ عندي عندي عدس مطبوخ عندي عدس أصفر مطبوخ عندي عندي شغلة من المكرانا أيضا مطبوخة أيضا مستوقة لقد كنت أخبرت 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 كنت أخبرت لقد كنت أخبرت مطبوخة لقد كنت أخبرت كنت أخبرت فريكا هذه الخضرة والله يجب أن أخلي الكوشري فريكا والله يخبل الطعام لا تقلق خرافي الآن سأقوم بحماس الدهن لا أقوم بحماس الدهن لأن العدس سيشرب الدهن الآن سأقوم بحماس الحمص تفاصيل ماذا عيوني؟ ماذا نصحتك أغاتي؟ سأقوم بحماس الموجود تفضل 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 عيوني استعرض تجيب التخمير لا تدباع التلويس سأقوم بحماس العدس سيشرب الدهن هذا كل مطبوخ كل مطبوخ كل مطبوخ جيد السلام كل مطبوخ فقط 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 تضطي نكه وتضطي طعم لا يكون جاف سأتركوا قليلا على النار أفضل أقوم بحماس المشاكل ماذا كوشري؟ هل كوشري؟ هو عالي كوشري نحن نحصل على أكثر قدر من التخمير و التثبيل لا أريد شيء بدون طعم و بدون نكهة بعد العدس نحن قضية حماسة نحن جزء في هذا الموضوع إخداء و سوف أفهم نحن نضيف البرادات نضيف البهارات نضيف البهارات نضيف نضيف البهارات نضيف الدهن لأسيب أن تخبض كل طعم سوف أجعلكم تركيب الكشري سأجيب كل المكونات مع بعض البعض هذا الطريق. انه تشوفوا هنا. صار طعم شونه? هسنا نخلي لهم شوية ملح. ملحني هايني ملحني. شوفت الاسباكيتتي ما يحتاج انه اغسله. بس راح اصفي. سيقول لا ابيدك لا ابيدك لا ابيدك لا ابيدك. شوفوا شون صارت. سباكيتتي. شوفوا. تخبل. تخبل. لا يوجد واحدة تلزق بالثانية. لماذا لم تلزق واحدة بالثانية؟ لانه الدهن. برافو عليك. الدهن يجعلها لا تلزق واحدة بالثانية. نأخذ العدس. عدساتك يا عيني عدساتك. طبعا. 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 انه هو كشري. شغلة بسيطة. لكن هل تعلمون كم مادة به؟ عمي. هل تعلمون كم مادة به؟ لا يعني هو ما سيشرع القلب. لكن باع كم شغلة به؟ بواحدة. اثنين ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. ستة من غير السلسة. ستة. ويالبصل سبعة. ويالصوص ثمانية. ثمان شغلات به. ثمان شغلات. هادي هم صارت جاهزة. وراها راح ابلش ايضا. بين شنسة راح ابلش. راح ابلش بالشسمة. بالبصل. الماكرونة مطبوخة. اضافة هنا. اضافة هذه المكونات. كلها سوية مع بعض البعض. نترك هذا الى حد ما يكون ساخن جدا. يلا من بينما تركها ساخن جدا. انها مشادينا. دعونا نشوف هنا. شون راح اركب الكوشري. شون راح اركب الكوشري. اضافة هنا شوية مكونا. لانه الماء حار. اضافة هنا. اضافة. نكون اضافة. حسنا. اضافة هنا. انطireت طريقة مهمة جدا. سوف اضع البحارات سوف اضع البحارات اضع البحارات سوف اضع البحارات قليلا سوف اضع البحارات اضع البحارات كمون والحبشكلات تعتبر ايضا من الأشياء المهمة أتبله بالطحين حتى يتحمص أكثر ويتقرمش شوية ثانيا أنا مرح أخلي كمية الزيت يلا ناخد صلحاتي في علو حمودي السلام عليكم هلا بحمودي شون صحة وعليكم السلام شونك عيوني قول شونك عيوني بقلاوة ايه تدلل تامر أمر تامر أمر الآن سأقلي البصل وبعدها نطيقكم بهارات المندي والبقلاوة وتتدللون هذا يجب أن نصفيها من الماء نصفيني والكيك والكيك على الكيك على الكيك طبعا أنا لازم أخلي شوية دهن بعد شوية دهن ليس شوية ومطيها بهارات يا السلام سلم على طبختنا يا السلام سلم يمكن لو احنا لاغينا السلطة بيلا بس السلطة زينة بسيطة والله ما صعبه هذي يعني فيها واته فاسق صدوك ايه صدوك ايه 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 الزيتون مثل الزيتون يقوم بغناء خلده الزيتون السلام جاية هلا 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 هذه مكرونة واسباكتة تيابة ليس كل منها اليوم نحن هذا الطبق مدلعي تدليعه يعني مثل ما قلت لكم شي فاخر من الاخر ما اكو شغلة ما خليناه به شوف هذا شوف البصل ما صار شوف شوف البصل هنا انا حمصناه شوية بعد يتحمص زيان لان اكو شغلة ثانية لازم ابلش اسويها اتمن صار جاهز تقريباً الطبخة صارت جاهزة تقريباً الآن سوف اخر شي اقوم بعمل دقة ايه صوص صوص هذا بعد ما اضيف هذه المكونات كلها مع بعض البعض ممكن تخلو لها شوية خل خل وثوم وشوية ابهارات شوية ملح ونضافه سريع السريع يا خلدون ناخد صالحاتي في مصطفى مرحبا مصطفى خلينا حامض السلام ويكم عيوني حامض جوية شونك عيني مصطفى شون صح اخبارك وين مدت الحامض والله الحمد لله اتمنى لك ان شاء الله يارب اليوم نهار سعيد كل عام تب خير كل عام تب خير صحة وسلامة لا 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 انظروا الموضوع هنا الموضوع الذي لا يهيس ابدا كابتن سوف ابدأ اقلب شوية البصل بهذا الشكل بعدين طبعا على حسب الرغبة هنا سوف ابدأ اول شيء تطلقون حمصوه بعد اكثر سوف يكون حسب الرغبة شوف انا كابتن شوف اول شيء سوف اخلي البصل بهذا الشكل مخرجنا بس ركزوا وشوف هذا الكشري بعدين خاشوقة ثانية ركزوا لي بهذا الكشري راح اجيب شنو هسه راح اجيب العدس الاصفر وزعت عليه من وزعت على البصل تمام اجتماعي 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 بالطباخ واشتغل صحيح نزين نستطيع ننظف ونستطيع نستطيع نشطيع على راحة نار لان هذا الموضوع هو موضوع التركيب بالكشري قلت لكم انا سوف افعل مختلف تماما بما انه بما انه هو شنو نخلق بعد يابا يابا هسه نظاف عيوني شوفت عامل شنو نظف نحن هسه عيني راح اجعل شنو اجعل العدس الاصفر اوزع العدس الاصفر كل شنو عندي انا كل اللي عندي متبل تمام ممت اجعل هذا اجعل ماء حتى اجعل الدقة يعيون الدقة ما خلت لها خل اجعل 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 العدس الاصفر الاصفر على العدس الاصفر اجعل الاصفر بهذا الشكل بعد اجعل المكرونة كلها طبقات طبقاتك اجعل المكرونة الاصفر اجعل اجعل كبسة من هذه الزينة حتى تستوعب اكثر قدر ممكن من التمن وتجعل الزينة و اجعل الزينة التمن و ينتظر ما حدث على التمن قبل تصبح التمن اجعل التمن لا اجعل اجعل تصبح سوف اضغطها و اضغط قليلا للقارنش اخر شيء. ما سوف افعل السؤاني سوف اضغطها سوف اضغطها تكبس التمن على المكون مطبوخ كله مطبوخ كله مع بعض البعض اخواننا المصريين شوفونا هاي الطريقة وكتبونا بالتعليقات شون رأيكم بهاي الطريقة هاي الطريقة كشري من الف عافية زين سهلة وبسيطة وسريعة زين والاهم من هذا كله احنا نحب الاشياء المقلوبة احنا العراقيين بصورة عامة احنا نحب شنو الاشياء المقلوبة يعني بتمن المقلوبة البريان المقلوب الدول ما نقلوبها يعني نحب ايش نقلوبة من الاخير العامة مقلوبها التفاصيل اصلا انت مقلوبة عملا زين يا با وراء ارجع اخلي الي بقى عندي هناله بقى شوية من العدس ال الاسمر بقى شوية عندي من المكرونة زين والله اتعب هاي الحمس ما ضفت ما ضفت ليش؟ احخلي اخر شيء ونقول ان احنا نقوم بعمل كشري بس شون كشري شون كشري على كف كفة كبرنس ملوك الكشري احنا هذا لا تقول لنا المصريين احنا ملوك الكشري مدرشون ترى هو الطبق مو مالتكم ها ها مالطبق هندي معروف جدا بس انت انا اقول لكم انتو ضفتوا علي اهواء اضافات ومشان علي اضافات انا اضافات معكم وراء اخل المكرون وقبغني قبغني قبغني لا تركوه بدرجة حرارة جدا هادئة لا تزعجو ابدا يلا نأتي على السلطة وعن السلطة سلطة بسيطة شوندر ذرة كوزبرة ونعناع وذرة وحاموض زيتون وملح شمندر كوزبرة ونعناع كوزبرة حتى هذا تبقى تخميرتها حلوة موضوع بعدها متعلق من المتعلقات اللي بعدها بالكشري انه تضاف الطاشو هنا تضيف عليها الحمص والتركة لحد ما يتحمص مع بعضهم البعض ما يوجدنا باصل لا يوجدنا باصل تعال 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 على السريع تعال تعال تفاصيل يلا هاتجو اليك تفاصيل تتكفرستك يلا استغل فرستك تضيف زيتون تضيف حاموض تضيف ملح ثلاثة كوزبرة ونعناع وتضيف الشمندر وراها قلبني يا عيني قلبني وقلبني أغاتي قلبني بعد ما تقلب الا تخبل هذه السلطة ألوانها حلوة لطيفة خفيفة سريعة وصحية جدا أعودة لك أعصب لك وخليها هنا لكن الآن ما سوف نفعل؟ ما سوف نرتاح؟ تعامنا من بينما أنا أخذ راحت ريست سريع طبعا أكيد السلطة كانت من السلطات الجميلة جدا هم زي ما شلتها على كيفك ايه؟ نعرف أنا أحس طبعا أكيد مشاهدين الأحبار رح نأخذ ريست سريع وراجعين أكيد مع عالف عافية موسيقى 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 الزلاطة كانت سهلة بسيطة سريعة لطيفة حميدة كلها طيبة والأهم من هذا كلها تكون صحيح جيمي حذر لنفسك على السريعة نعناع وشوندر وذرة ونعناع وكزبرة ومقلوبة كشري قريبا في الأسواق في مطعم الشيف خلدون علينا أخذ المؤول من الالو ألو السلام عليكم السلام عليكم الحكل ليس لك لم تقوم 나왔ة بيتذور من اين تعتم that you actually type of animal من البيت من الان صديقي من اين من لي حبيبي حبيبي مئة هلئ و بكل اهالينا في ميسان يا هلئ بالغالي قل لي حبيبي ماذا الطبخة والاكل؟ مقلوبة الدجاج مقلوبة الدجاج عبالي مقلوبة الكشري تأمر أمر؟ لا لا مقلوبة الدجاج رحم الله دلل شو حسستني ان انت ضجت من قذلك مقلوبة مالكشري يعني ما تصيل مثلا؟ هل سوف ارى مقلوبة كشري بس منين اكلك يا بطة؟ منين اكلك يا بطة؟ تعال تعال شوف تعال تفاصيل تعال جيمي جيمي حذرني نفسك يا بطة؟ جدتك جدتك أكل خرافية شي فاخر من الآخر جدتك جدتك يلا 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 مخرجنا رايح يا باني هناك سلمنا يا بطة؟ سلمنا ايه تامر امر تامر امر تامر امر انت بس قل لي وما لك علاقة ايه تامرني امر صلاطة صارت جاهزة ومقلوبة الكشري صارت جاهزة كل اطباقنا احنا جاهزة مجهزة ما لدينا شي صعب وما يصير كل الاشياء لدينا تصير وسهلة جيد الله عليك يا جيمي الله الله فره 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 جيمي فره 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 تعلم ابني تعلم 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 نقلب نقلب الكشري المقلوبة بسم الله وعندك نفر كشري مقلوبة جندي بلى بلى رأي بلى الطبيع لهم كيف resist على رحلتنا لهذا اليوم وعا الكشري مانا يعين الكشري ويا سلم سلم على الكشري والدقة والاشياء والموضوع كله موجود كله موجود داريني اداريك وبعيوني اخليك زين يابا ايه والله قدمنا صلطة برد مع طبق حار مولع ويا سلم سلم شعللها شعللها علوني شعللها مش محدد انا دم نصنع التاريخ Company عافية كشري على كيف كيفك زينيابا يخبل مقاديرا سهلة بسيطة سريعة وعاش تيدك جيمي لو هيك الكلام يلا 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 اطباقي سهلة بسيطة سريعة هذا الموضوع ما حبيته دعنا هنا احسن اه 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 احلى طبعا اكيد مشاهدين الاحبة يكون في عندها هنا طبقين اثنين حلوين مقصاصين سوينا صلطة باردة حلوة خفيفة وسوينا الكشري بمكوناته هذا كل شوية راح تحبوه طبعا راح تحبوه كل شوية شوفوا الجمال هنا بالصلطة اللي سويناها ايا السلام سلم فره 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 بلفلكة مية وثمانا عشر درجة بطنشة شوية خوشدين محرك طبعا اكيد المشاهدين ستكون في عدة مهلبية لهذا اليوم والمهلبية لهذا اليوم ستكون شوية مختلفة حلوة خفيفة سالة سريعة طبعا اكيد ستكون بهموز وحليب دعنا اكتب المقادر حتى اصرف لكم بهارات المندي الكاكة مقلوبة فسق حالبي صفار بيض طحين نشة زبدة موز وحليب انا لا اضع زبدة انا اضع دهنة اول شيء ركزوا لي بهذا الاكلة انه ستكون مختلفة لكن الطعام ماله سيكون شوية نذيذ ابهارات المندي زعفوران ابهارات المندي زعفوران خاشوقة استيكان زعفوران اتخلون بابريكا مدخنة خاشوقة اكل جوس الطيب خاشوقة اكل فلفل اسود نص خاشوقة قرنفل نص خاشوقة واتخلي ايضا نانا شنو اتخلي ايضا نانا شنو فلفل ابيض نص خاشوقة هيل نص خاشوقة وتطحنهم كلهم مع بعضهم بعض مهم جدا يكون عندك نانا اما الزعفوران او العصفوران هذه ابهارات المندي نجي على الكيك الكيك يتكون من تقريبا اربع بيضات تخفق هذه الاربع بيضات مع نص كوب من السكر مع خاشوقتين من الدهن وطبعا اكيد فانيلا خاشوقة اكل او خاشوقة كوب طبعا بالاضافة بعد نضيفون هذه الاضافات كلها مع بعض البعض تخليها نانا تخليها كوب ونص طحين وتخليها نانا ملعقة كوب من البيكنج بودر مع حليب نص كوب وراها تتخلي كل المكونات مع بعض البعض بالقالب ونشوية بالفرن المقلوبة مقلوبة الدجاج اولا نانا تنقع الدجاج بالخل والحامض في مدة تقريبا 10 دقائق بعدها تقطعها وتسلقها شيء للزفرة تتخليها هيل ورق غار وتخليها اكيد نانا تخليها اكيد شوية من الداسين وراها تقلي الدجاج المسلوك تخلي عليه شوية من يكون عندك شوية من البحارات او تتغليها في شوية طحين وبعدها تقليها بالدهن بعدما تقليها بالدهن تقلي بوتيته تقلي بوصل تقلي فلفل اخضر وتقلي بتنجان الفلفل البوصل وتطبق ثمن نصف تطبيق وتخليه ايضا مع البحارات مع شوية ماء وتخليه تهدر لمدة تقريبا 15 دقيقة نفس الموضوع اللحم نفس الموضوع اذا حبيت تخلي سمج ثاني خلطت صفار البيض بالشكر بالفانيلا بعدما اخلطت هذه المكونات مع بعض البعض سأخليها ايضا اخلي هذه الدهن طبعاU دهن وراها اخلط المكونات مع بعض البعض بعدما اخلطت هذه المكونات اخلي النشا بعدما اخلي thrill سأخلط المكونات على راحة على اقل من محلي حليب بارد وتأخذ نسخة طحين بعدها تخلط المكونات مع بعض البعض بالهداوة يا حبيبي بالهداوة بالهداوة يا جيمي نيابه زين عيوني وراها شرح نسوي هنا والله ما اكو ولا جدر اخذوا جداري كلها من عندي شون رح نطبوخ احنا نجيب مي ونخلي مي هنا هذا جدر تشبير بعد ما خليت مي هنا اجيب بعض مي نش June خلي دولكم المي كلانتي هنا لدي مي نش讚 ربك باستوى خلي المي بعد مم تجيبه لا تجيبه لا تجيبه لا تجيبه لا تجيبه لا تجيبه ما شرح الان سوف أبلش أخلي شنو اخلي هنا الكاسة وين خليتها خليتها بتجدر نعلي النار عليها ونظل نخلط المكونات مع بعض البعض لحد ما اصل عندك المهلبية قلت لكم هاي المهلبية شنو وين فرها 368 زين ليش ممية وثمانين راح اضل اخلط المكونات هذه لحد ما يفور الماء مالته وتشكل عندك هنا المهلبية هذه المهلبية تختلف بس طيبة وراها اخذت الحلويات واقع حلويات يا السلام سلم على الريحة شفت شقدت اخلت فانيلا ترى خليته واي فانيلا لانه صفار البيض البيض زفر كل شيء فلازم تخلي كمية من الفانيلا حتى ترواح المهلبية الحلوي ان تطبخ بالبخار هل لدي واحدة جاهزة من هذه؟ لا لا فقط هذه سوف أخلطها لحد ماء سوف تكون تمام تمام سوف تحسون بهذا الموضوع بعد أن تشاهدون تشاهدون أنه بدأت تشكل بالحرارة والسلمة هي خرافية نتركها على النار لحد ما تصبح تمام تمام دعنا نظف المطبخ دعنا نرى ما هي الأكلات اليوم التي قمت بها سوف تقوم بها مرنجة خرافة جيد مشاهدون الأحبة سوف يكون هنا تطبخ هذه الأكلة بالبخار بعد أن تطبخ بالبخار نصبحها بالقلاسات ونقدمها مع الموز وأيضا الفسق الحلبي سوف تكون هناك عصير والعصير أيضا خرافي لكن بعد الفاصل شكراك كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ من المشاهد أن يحمص البصل؟ تتحمسوا كل ما يمكن أن تجعلوا كمية أكثر من الدين لكن انا أحبت أن يكون هناك الأكل كلها متبل والنكات كلها مع بعض البعض كل شيء موجود بهذه الطبخة الأحلى من هذا كل ما طبخنا التمن بالشعرية والحمص كل المكونات ستطين طعام ونكات كل شيء طيبة موضوع آخر مهم جدا وهي الزلاطة هذه والله لم أخذت معدي وقت يعني عكس تماما عن الكوشري يعني عكس عكس الكوشري في الضبط الأول في الحلويات صبناها ولا نتركها على حلقة جوية سيكون لدينا اليوم عصير بطيخ وموز وعسل وحليب اهدئ اهدئ مقادرة ستكون كالأتي موز بطيخ عسل حليب ثلج نضيف بطيخ ثلج ثلج أعجب حليب ثلج 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 بطيخ وحليب بطيخ 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 لا يتقرب لأنه يجب ان يكون حساسيه اعتقد انه لديك حساسيه ولكن انه يحلل جزء لديك حساسيه تعال لديك حساسيه لديك حساسيه من التلداب سوف يصبح لديك عصر مهلا بيه يا سلام سلم على طبختنا يا سلام سلم يا سلام سلم على أكلتنا يا سلام سلم سلم على المهلبية سوف أعبر لك يا فرق سوف أعبر المهلبية المهلبية يقوم بها 25 دقيقة سوف أعبر المهلبية قبل أن أصبح المهلبية سوف أرى طريقة جيدة حتى تتبع بها الموز وهو كالأتي سوف أعبر المهلبية فستق حلبي مصحوم طحن ثم تأخذ الموز وتغليف بالفستق الحلبي ثم تغليف ثم تغليف ثم ترى الموز لنحن سوف أعبر المهلبية ثم تغليف ثم تغليف ثم تغليف تغليف ثم تغليف ثم تغليف يجب أن نضع عصير على جميع العصير هذا العصير بطيخ فول جمال فول جمال فول جمال ترى العصير نضع العصير نضع العصير نضع العصير نضع العصير ما نأكله وطبخاتنا اليوم؟ سوف نضع كشري لكن يقبل اليوم يوجد كشري قريبين جدا من مطبخ المصري فتنوين على هرامات طبعنا على القيزة من القيزة وراها شرم الشيخ وراها الاسكندرية جميل زين العيني فاليوم دارناهم أخواننا المصريين يدللون علينا والعصير نضع 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 من أنت تستويين باللحظات الأخيرة يعني أنت من تستويين باللحظات الأخيرة معناها احنا احنا امورنا طيبة السلام الحلو بهذه الأكلة سويناها بالبخار شنو سويناها بالبخار نضع يا سلم سلم يا سلم سلم يا عسل يا عسل يا عسلك وراها تستطيع انت تضيف العسل على البطيخ بس هو البطيخ أصيخ الله شون لقطة تخبل شون لقطة اخذنا اخذنا بعد الكشري الله على الكشري الله على الكشري اخذنا الصلاة اخذنا الصلاة الله عرصة ما vị خدمتك تبدو برافو عليك برافو عليك يا سلام سلم برافو عليك يا برنس البرنسية بعد ما ثقنت عدكم طبعا اكيد تصبوها فول غش فول غش فول غش طبعا اكيد لا تقدموها حارة ايه صار 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 طبعا اكيد هنا لا تقدموها لا 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 تخبر هذي اطباقنا اليوم محبة المشاهدين اطباق جدا سهلة بسيطة اذا سريعة من اول طبخة لحد اخر طبخة كانت عندنا اليوم كانت عندنا الكشري كانت عندنا الزلاطة كانت عندنا المهلبية وكانت عندنا ايضا شنو هنا كانت عندنا العصير المهلبية بعد يرادلها في عشر دقائق حيث تطلع لك بيرفكت 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 اشوفكم بخير ان شاء الله حلقة جديدة من حلقات برنامج عافية اقولكم باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة